أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن البنك الأفريقي للتنمية يضمن طرح أول إصدار بإفريقيا الشرق الأوسط لسندات الباندا بالليوان الصيني في السوق الصينية جاء ذلك خلال كلمة مدبولي خلال إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقية للتنمية بشارم الشيخ أفريقيا تحتاج حجم هائل من التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاومة التغيرات المناخية بنتكلم عن 3 تريليون دولار لتحقيق موضوع التعامل مع المتغيرات المناخية وأيضا أهداف التنمية المستدامة للعشر سنوات القادمة هذا بالإضافة إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا لمشروعات البنية الأساسية وبالتالي فاعتقادي أن نأتي هنا إلى دور البنك التنمية الأفريقي واعتقد أن بنك التنمية الأفريقي كل دول الأفريقية تنظر إليه إلى أنه الزراع القوي الذي يمثل هذه القارة الذي من شأنه أن يسهم في دفع عجل التنمية في كل هذه الدول ولكن خلينا نعترف أن لا يمكن هذا البنك لوحده وبحجم التدعيات المطلوبة من كل الدول الأفريقية أن يستطيع لوحده أن يمول كل مشروعات التنمية ولكن أعتقد أن هذا البنك بقدراته الهائلة وإمكانياته يستطيع أن يلعب دور مهم جداً في تحقيق الشراكة مع باقي مؤسسات التمويل الدولية في الخروج ببرامج ومبادرات جديدة تخدم دول القارة الأفريقية ترجمة نانسي قنقر